نلبسوا نجاز وعندنا عرض كمان نص ساعة يا لو شوفوا لي بروتا قول قاسا! قول قاسا! ده كلام! ان ده ده كله قول! الله يعيب عليك! عيب لي ايه? ازاي يعني? ايه مالك? ازاي كتب ابروبة مسلحياتك وما تحضرهاش? يا حبيبي باكتب لك المسلحيات جديدة! يعني انت تكتب وانا عناضر! فيها ايه? انت تكتب وانا اعمل مزاهرات! ومالك! انت تكتب ابروتا وانا اتكلم في السياسة وخش المعتقل! ايه دي فرص ما تضيعهاش! كل حاجة في حياتنا بالنص بتجي لغاية النضال والسياسة وتخلع! طب انت بتكتب معي? ما عنديش مهوبة الكتابة! انا كمان ما عنديش مهوبة النضال! وانا ازهيت من النضال يا بروتا! يعني ازهيت! كم سنة? كم سنة في الجامعة ما لا زعق وعلي صوت يقول كلمة حق! واتكلم في السياسة وبرضو محدش سمعني وبتريني في المعتقل! ما تيقس! مصير البلد تصحى وتسمع صوتك! اول ما يصحق ونسبتها ومشي تبرط! تمشي على فين? اروح اي حتة بقى! في شعوب ودول كتيرة جدا في العالم محتاجة رمز! قائد يتكلم ويعلي صوته بالنهابة عنهم ويطالب بحقوقهم! شعوب ايه دي? شعوب كتيرة جدا في اي قرر في العالم! روح امريكا الشمالية! انزل امريكا الجنوبية! استراليا! افريقيا! اروبا! اروبا مسلا! مالها اروبا! فرنسا مسلا! مالها! فرنسا محتاجة حد يمشي في المزاهرات! فرنسا محتاجة لك! مفيش راجل هناك بيمشي في المزاهرات! المزاهرات خلاها حاريم يا اكسلانس! حاريم ايه! ايه! بنروح بتدمن في ديك يا كروسان وتعشت على كده خلاص! مفيش عندهم مشاكل! تكلم جد! شعر اصفر بقى عن ام لونا جاءوا تاني يعني! اه! يعني انت مسافر عشان الستات! اناضل مع الستات! ومالهم ستات بلدنا! ما بيناضلوش يا بروتا! انا لو كنت لقيت سجد في البلد دي بتناضل! كنت نضلت! لكن للأسف! اهنا! اهنا! اتفضل يا سيد يا! مركز شربمة عقبة ماشي هي وتقولي النضال! ماشي يا بقصرية! اوريك انا بقى العينات اللي بتناضل في فرنسا! باتريتشي يا لورنس! بص شايف! شوف العينات! دون من فرنسا! شايف بقى! الله الله! شوفت ان انا عندي حق! ايه ده! شوف! رايح فين يا احبال انت! اكسيكوزية معجوبية ليه على توالدته وميبقى متصرفة! توالدتي ايه بس! توالدتي يا بروتا! ما تركز بقى شوية! الصوم حلوين قوي! حلوين! يبقى تسمع كلام اخوك! نطلع انا وانت على فرنسا! سأنا ولدتين نشأهم هناك! نرجع! قلت نشأ! ها نشأ! هناك هتغسل السحن وتلحس البلطة وتتمربط اخر مرمطة! ايه المشكلة يا بروتا قضيتك ايه? انا حاسس ان فرنسا دي هتبقى اول محطة بالنسبالي في الكفاح والنضار! فرنسا! هرجع من هناك مفتاح مفتاح المناضل والثوري! اللي مدوخ وراء مباحث العالم! اسمع كلامي يا بروتا! يعني قفلت معاك! تربست معاك! بالسلام يا صاحبي! شعيس حيوم فرنسا! لا بس انت هتوحش نجال وانت يا بروتا! بس! هناك مشكلة هتقابلك! اللغة! هتعمل فيها ايه؟ هتقابل او لايه؟ انجليزي! والانجليزي بتاعنا بانفعة! تنسيت الجامعة الامريكية او اللي عملناها او ايه؟ حوس فرين! فرين اسفاين! اين باسر؟ اين باسرون؟ اين باسرون? اين باسرون؟ اين باسرون؟ اين باسرون؟ اين باسرون؟ اين نفس الباسرون اللي لسه دخلت ست الوالدة بالوقتي! تعال بقى ايه؟ نتكلم جد شوية طبعا! حزرنا كتير! اه! بص يا ب اه! يعني ايه ما اسمت معي? اكلك شربك فلوسة! عيب! عيب! يا بروتا! انا ما اقدرش انكر الكلام ده! احنا اخوات وصحاب! انت عارف ان اخوك مسافر! طبعا! والسفر يعني غربة! ايه؟ والغربة محتاجة فلوس! اه! فبعد ايزنك هتقل عليك في طلب وصدقني ده حيباخر طلب! ده معناية ليك يا صحيح! ربنا يخليك يا حبيبي! انت عارف طبعا! ان اخوك تبهدل كتير في حياته! ايه او الاسرون؟ ومعنديش استعداد ان اتبهدل برا تاني! طبه وبعدين! وشرف امك في رجعه! ايه ده! فيه! ايه فيه! فيه! حسن! ايه زي ما قالك واحدة زيادة لزرطة! حمد لله! حمد لله! حمد لله! حمد لله! حدره الله! سرعنا يا عم مسكت! سرعنا! اقول ما بدخل بفرقع وحركات فرقعت متأخر! يالله نصيبك! عشان تثبت على الشريك مدى الضهر! يالله! حسنًا فجأة، حسنت أننا في أفغانستان الحمد للأحمد ربنا أنها ليست طيارك ترشأت في دماغك وانت شبه البورج بعد عهنك المهم هناك شيء يتفهم على ثاني الله أعلم العلم عند الله انظر يا سيد طلب أخير وشرف أمك في ريال ما تحرجني حلفتني بالغالي أنا عارف أن أنت محوش قرشين فحصلتك بالإضافة للأجر اللي حتاخده بعد ما بعت الرواية اللي كتبتها دي أي فلو تتبرع بيهم لي أكون شاكر أفضل؟ لعلمك من غير ما تقول أنا كنت ناوي أعمل كثيرا ربنا ما يحرميش منك لنت صاحبي يا أخوي طلب أخير وشرف أمك في ريال ما تحرجني حلفتني بالغالي بالنسبة للسادة الزمل الفنانين المشاركين معنا في العمل أي أنا كنت عارف أن هم محوشين قرشين فحصلتهم بالإضافة للأجور اللي حياخدوها فلو تقناوهم يتبرعوا بالفلوش درية أكون شاكر أفضل؟ بتاكل على الله علي في الموضوع ده بنا ما حرميش منك تبردتها أنت صاحبي أخوي ما تقولش كلمة طلب أخير وشرف أمك في ريال ما تحرجني أنا عربتك راحة كده أنا بطاقر عليك أخوك بطاقر عليك يعني لو تاخدها معكم أنت بسافر ما فيش مشكلة كده أخوك أخوك وبطاقر عليك وبعدين نهبت أخدها تركب الطيارة إزاي دي بقى تركب تفريع دي تركب الطيارة إزاي تركب الطيارة إزاي طيب طيب طلب أخير وشرف أمك عنايات ما تحرجني طيب طيب بالنسبة للجمهور اللي هيحضر العرض يعني أنا كنت عارف أنه محوش قرشين فحصلاته بالإضافة أنت حتى تعليك على الحصلات في إيه يا بروت في إيه في الفلوس دي كلها نصاب بالعربة لي مش بسافرة يا بروتة مش غربة ومحتاج فلوس يا بروتة خلاص يا صاحبي الله إن شاء الله هتفرق بتتكلم جد؟ بحيات أبوك هتسلفت الفلوس بس نعمل الحفلة أعمل لك أبو الحفلة يلا يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا رجالة يلا يا رجالة أزر الحفلة بزيكة بزيكة يلا يا شباب 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 موسيقى 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 وانت كمان يا صاحب والله يا توحشنا يا صاحب مش عارف يعني مش عارف عايش من غيرك ازاي والله العظيم وانا كمان مش عارف حام من غير عيات من غير عيات من غير عايش نقصة هابل هي خلاص انت هنا ايضع ربنا ان السنين تتعدي بصورة عدود سنين طبعا هتغيب سنين وانا حب نقسم في علم الكفاح والنضال بنيوم وليلة يا برطة مش تركز معايا كده ربنا وفقك كل الله قدر وعدك بيا يا صاحبي ان كل يرشة هشتغل بيه هشين نصه ليه ونصه للبعيد اللي وقف قدامي كل الله قدر وعدك بيا بعيد ان كل اللقم مع كلها نصه ليه ونصه ليه انت رجل كداب على فكرة ليه اقبل مرجع النص بتاعي عفنوا انت حلتك تلاجة تفحه وخلاص ما تخافش اقول قاسا تعمل لي شرق من بلد وتقول لي هشين نصه والله ما تخاف هشيني لأكل في تلاجة الجريان سافر في دهيا يا صاحبي اقبل مرحبا يا اخسرت الايام الحلوة يرد مين ده يا ربي ابقى فنان من ايام شرباط وحشتين يا شرباط ايه ده انت بتلافي طول عمرك وتتجاه واحد ايه الحلوة دي مرسا وكمان لغات ايوه ايه اللي جراري السكتة زازي عملت فيها كده والله جدعا بقولك يا شرباط ايه فاضي يا ثلاثة أربعة أسابيع كده اعزمك على المونادة لا اني طلع فوق عشان امارس المهام الوظيفة بتاعك فوق فين بس خليك معي شوية ده انت وحشاني قوي لا اني طلع عند عذب لا لا يا شرباط إلا الراجل ده انا منعك تمنعني لهوان يا اجزلا انت ايه اني اجزلا يعني ايه بصفتك حبيبي ما انت عارف يا شرباط بحبك قد ايه جازي اللي عمر بيد الله شرباط جوي حاجات كتيرة قوي نفسي طلعها ايه واني جوي طموح طموح كبير قوي لازم يطلع والستة زازي قالتلي ان عذب بهده هخلينا نحارف وامشي في طريق الفن صدقتيها لا امش هيمشيكي في طريق الفن ده هيمشيكي في الطريق الدائري ما حادش ياخد مني حاجة غصبين عني ما انا قلت زي كده قلت ايه قلت محدش هياخد مني حاجة غصبين عني خد كل حاجة شرباط وبقت فنان من اياهم خدك طريق الفن يا ولا يا ريت خدني على المحور غصبين عنك يا ولا بكيف يا اختي يبقى انت اللي منحارف اني طلع شرباط ما تطلعيش يا شرباط ما تطلعيش طلع 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 مسكة ترابزين بتخبط على الباب فتح لها بصيت له بصيلها خدك على المحور وداك الدائري عدك اينه حصل؟ ما لقتوش لمونية دا يا شرفاط يا الله يا علي امسك يا لنا امسك يا لنا امسك يا لنا. دي عيال هبلة ده نبين لمصر كلها. استنى عندك. بقولك ايه? حلففكم ورايك كرة الأرضية كلها ومحدش هي الحقنة ولكن في واحد ماشي كده ومشي كده مسكو ينساكم مين يا بيت؟ ده أنا جريدك ورايك اليوم القيامة وبرضو محدش الحقنة ليه الجن والإيه؟ نعم جن والإيه؟ ايه ده؟ ايه؟ 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 سفلة، سفلة، سفلة استعداد للانحراف غير عادي أنا بقول لك اهو أجن من الجنة يا بيت اهلم اقطع اللي انت لابسه ده؟ ايه المفتح اللي انت لابسه ده؟ عشان افتح للإزايك وانا عشان اقطع للإزايك اهوه حلو صح؟ ممكن اعرفكم بتجري ليه؟ ممكن اعرف انتو بتجري وراه ليه؟ ايهش بجري وراه؟ خلاص، اسألوني بالأدب حرد بالأدب، سين سين سوال؟ ديم جواب؟ جواب، مش لما تتنهلت سألي؟ ايوه ايوه ده سؤال في اللغة الجديدة اللي ايه؟ ايوه انت حلاها ظلبطة لا؟ تعبير انا عنا اللي جواها فراغ، فشل في النضاء، لا شيء في المحتوى الجمجومي مش عارفة انت فيك حاجة كده؟ سفلة، انا قلت من انا عارف انا مراقص بالا ماضي ملوس، خرجة من نيابة من ثلث ساعة، انا عارف انا بقولك ايه؟ بالنسبة لايه؟ مش عارفة ايوه انت يا والا يا والا كانك تضن واقفة قدامي، بصي، مش معقول ايه الليتنا عن ريح ان شاء الله؟ يا والا احتمال يعني يكون حصل لينك كده، لينك كده، طب كان ايه لزمه الجاري والفرهادة من الاول يا والا اتراكتف مسلا انت ايه يعني ايه؟ خليجي في حالك يا سبال انت لما حد اندهني، مش نقصة واجع باطن يلا ايوه بس يعني ايوه خليجي في حالك يا لحوح انت بعيد يلا مش نقصة اعرف ايوه يعني ايوه يلا يا ست انت شبشي بالاكبر منك اللي انت لابسها ده يلا ايوه بس يعني ايوه يا جماعة حد يشوف كرة الدم الحمرة دي واقعة من مين مش عايزين خيلة؟ ده حاجة عديبة جدا ايوه يعني ايوه معلش معلش روح لها الجامرة الزفت الجرسمية دي واقعة من اني ايه والجواب دي في ايه؟ انت عايز ايدي الوقت؟ يعني ايه اللي انت بتقوله يعني مضطرة فهمها معلش 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 عن اذنك يا انيسة مج وراجع لك ايوه مليتنا ايوه الصباح النسكافيه يا خبر السويد جذاب جذاب وفرحان اوي ما تعرش ان الجذاب يرح النار هو الجذاب يروح النار يا انيسة تلقيمة اليومين دول ولا ايه يا حضرتك؟ ايه جذاب؟ طيب ليه يعني ايه المشكلة يعني؟ وبعدين ايه مشكلتك انت؟ يعني الناس الامامير تعمل ايه؟ حسين فاهمي والناس الحلوة دي تعمل ايه؟ جذابين يتحطفوا في جهنم ايه الجرء على الناس ده عليك دي؟ وبعدين ما قلتليش علالة يا اختي انت امالت علي من الناس ايه يا اختي؟ حسل ايه اختي؟ بب ايه؟ بقولك مش عايز ده ايه؟ ايه ده؟ نزلني نعم يا اختي؟ نزلني خل احمد حلمي نزلك يا قطة يلا نزلني ايه؟ بغير من بطاطي ايه بغير من بطاطي بغير من بطاطي يا اه ايه اختي على بي؟ مش قلتلك فابا غير من بطاطي؟ ما بغير من بطاطي وانا بغير من تحت تحت بطاطي يا سافل القديم انت! يا قديم انت! اللي اقول لي يا والا لا لو انت مدرج بالرقص الجديد تبين عليها صح? ايوه شوف الودو اسطو سايب ازاي وده معلمك حركة اه مش رقص خلاصي بتخليجي في حالك بس خليجي في حالك انت ملك بيه انا بفهمها حضرتك انت هت رجاصه انت هت رجاصني اني ما انا حضرتك بفهمها انا رجاصة لا اني رجاصة ايوه حضرتك انا لسه عايزة انت ملك بيه انا عايزة فهمها هي رجاصة لا اني رجاصة ايوه ما عندك ايش شوية بيروسول ونخلص منها وهي مش معقول انت ملك بيه انا بفهمها حضرتك بل كل شوية روح ليه يخرب باتك اهدي حضرتك انا عايزة فهم كل شوية روح ليه اهدي طب اعمل ايه في السحلية اللي لسه مولودة دي دلوقت انا مش عارف الجرأة دي جابه ايه اني رجاصة مسلا مسلا رجاصة حضرتك انا اني رجاصة ايوه ده انت كبيرك سجعت رقاصة ايوه ما تتكلمي على عدل انت ملك بيه انت يا مدموزيل من فضلك بقى احترم ناسك انا غلطة في ايب والله يا مدموزيل ولا كلمة وصاك تشي سيما كمان ولا يا ميس من فضل حضرتك بتشتم يا ولا لا واخدنا على بعض ولا انا بقولك يا ميس انا مغلطة اه الله يا جازمة ايوه طب انا اعمل ايه حضرتك يا انيسة عن ريحة اعمل ايه انا اهدي حضرتك انا عايز افهمها ان هي يعني انا داخل عشان اتكلم معاك ايوه اتكلمنا خلاص بتروح لها لا لا بتحس ان بقىها في غيرك كلام بيلزق بعد عنك بتروح لها لا وليها تاني كده اه وليها تاني كده او لا الترجيع اللي انتي قلتين من شوية حرفة لا انا مش عايزة الصفرخ دلوقت لا تعرفة حضرتك انا منكرش بجد انها اثرت في ايه يعني حصل عارفة التاتش اللي بيحصل بين اي بني ادم وكلب اعرفة حصلة ساعات كده بيعرفة فيه بيبقى بين البني ادم والحيوان ساعات بيبقى فيه لينك كده اسمحيلي يا حضرتك اعترفلك بسر في منتقى الخطورة احتمال اكون اول ما دخلت فعلا اتشدت لانيسة نص سوا دي بس لما ركزت شوية حضرتك بجد انتي فرقتي معايا يعني انا شفت كتير انا شفت جميلات جميلات العالم اول مرة اشوف كده فحصل ان المشاعر اتحركت في القلب ده وانت لو حطيت ايديك على قلبي هتسمعي قلبي اعمل تدوم تمتاك تاك دوم تمتاك حبيب اه 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 يعني عارفة فيه فيديو كليب شغال جوا في المشاعر فحضرتك جرابي تحط ايديك على قلبي وانت ايه 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 عادي ايه اولا مش قلبي سانية المية مش سققه مية ايه كركده خلاص καغير ايحراض مش لازم فضايح يعني مش ممكن هجيبه بسي حضرتك انا حاول اوضحلك المعلومة ايو ايو انا مشاعري اتحرك التجاهي ايو شا workload واتمنى ان اكمل نص ديني وتكملي معايا المسيرة في حياتي السياسية اللى انا ماشي فيه ايو ايو أنا اتأثرت بك جداً يعني حسّة بيّا أنت أو لا؟ أنا بقولي الكلام حلو ما بقولك إيش تعالي نكسر شعقة يعني معك في إيه؟ أنا شفت أجمل جميلات العالم لكن أول مرة أشوف الزبالة دي مجتمعة في فرد واحد لا دكتير علي دكتير والله لا ولا دكتير يعني حريك مبسوطة من اللي أنا بقوله أنت شيء حقير أنت بكتيريا أنت فيروس لا أنت فردة باتة شمال مع فنة مرمية في خرابة ملعوب بيها 600 ماتش على الأسفل أنا كده هتغر والله لازم لأتغر لا ولا لا دكتير والله حريك أيوة أوكي اسمحي لي أتكلم معك بصراحة أكتر أيوة حريك أنا لفيت العالم كله أيوة اللي كل يوم يأكل حاجة حلوة حاجة حلوة نفسه بتجزي عارفة نفسه يأكل كارتون ورق زبالة أي قارة فيه في جنبه أنت يعني أكتر حاجة مقرفة شفتها في حياتي ما تكسبنش شواء عارف حريك الناس والله ولا ما تكسبني ده أنا سنجي دلوقتي تزغراتي من الفرحة أيوة عارف حضرتك الناس اللي كل يوم تقول لك أنا بفتر لبن نص دسم عشان ما يدتي وخالي من دسم أو أخذ زبادو على الفطر زبادو يعني ماشي أنا غالب زباد ما أنت أخرك الجلة طبعاً تعرف الحاجات دينين أيوة أنا أعرف الجلة أنا بلميها أمي هامبورجر بالنسبة لك طبعاً لازم تلميها أيوة شغلتها أولا بلميها فخورة بشغلتك قوي يعني شغلتها تشرف قوي يعني أيوة حضرتك أنا أفهمها الزبادو إزاي يا أناسة بس عندك تلفزيون أيوة بتشوفي إعلانات أم لا عارفوا حضرتك البنت اللي بتطلعه مشاعر طويل وتبرق دي هي تقولك زازا باجي زازا باجي أيوة مش البت دي اللي بتعمل حاجات دي أيوة وكات خيلانة بعد عام زازا باجي زازا وجي لي كلها على حد سني على قد سنك مش على قد سن اللي جابونا مش غصبه هو يعني مش معقولة يعني ده كتير أول اللي بيحصد التمثيل الرحمة يا ست من الحنفية اللي كان بتنزلك منها والبوتكاز والفرن الإعلانات اليومين دول بصراحة بقت يا أناسة بتلم الإعلانات بتلم أيوة على أساس أن البيت بالنسبة للم أنا بستحمة وبمرش جسمي بلاكس باللدك كلها بتقولها لوكسي عادي بأس قلت اللاكس لماذا، بس متعلمة بوراً كاهرة فين? في البدرشين قريبة مش بعيدة يعني محطة فتقام متجيزة عجيبة جدا التعارف اللي هو حجا سعباب سبير وانوت من شلال وينش مع ذرة أعفة هيريكليز يا ولا الحمد لله أيام معدل المهم أن أنت تهمتيني أنا فهمك من الأول حاسة بي الواحد لما كل يوم يفطر نص دا سنبيزة بيبقى نفسي يقعد في الزريبة نفسها فما بالك لو الثمانين جموسة وقفة جنبه إيه وأني طازة وأنت تهمتيني نخلع من هنا أنا وأنت بقى والله وأنت ابن حلال والله يعيش حياتنا بس إنت لو ما شلتش إدايك أنا هطلع مصرينة كالفاحة على المناخين هكتدالدل من عناك أنا أعرف لا أتكلمي على قدك حضرتك عشان نبصي أنت ملكيش داية يا أنا ملكيش داية أوكي شبش باربعة واربعين على دماغك طار الراس بتاع النملة عارفة جودة؟ لا سرصار ولا سرصار بعضلات تكك شوفي العود والعود من فضلك ما لعودة وعودك يا والله شوفي حضرتك السايز والسايز حضرتك شوفي أنا يعني أزززز ده أنت يفسي دور في رجلك بقولك إيه؟ دورة حليك في حالك حضرتك عشان تبقللتك حتبقى سودة شوفي عودك وعودي ما لعودك يا الله لفاكي ناسك هانا رمز ولا ده ما لعودك ده؟ عني رمزي استثناء فيه كائنات تانية عايشة معاه فوق هو ما يعرفش اللي بيحصل في الكرة الأرضية ما عندهش فكرة خالص ما لا يا شوفي عودك وعادي 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 لا لا لغاية العود وبلاش ترياقة ترياة لغاية العود وتكر وانت بتتكلمي بقى تكتك يا ده تكتك ايه لا خدي بالك وانت بتتكلمي يا اسمالة على العود بقى احمل العود بقى اسمالة اللي تقع من عصري تاخد تلت ساعة لما توصل لأول جزم على الأرض في ايه؟ لا بتفسح في النص ولا بروح فانيا شبطانة في اي ملايات قبلها خليك في حالك لا اني في حالك مبارح يا انيسة كابت تحط قطرة قالت انا كده استحميت وتلفت بك لنيكسة وتخمدت مش عايش دوشة لا يعني مش عايش دوشة اني مش بقى محادي ايدي عليك همدي mandi عليك هضربك يا وعد حمدي ايدي لأ على أديك هضربك يا وعد شوف العنف هضربك يا وعد احسود على العود اخترم نفسك يا وعد علشان هضربك والكلمة 놓 ready انت يعني اللي هترجسني اللي خلى beschäftك ما باحظ تعلم كله مش عارف عراسك اسي يا شرباط ماذا دة تعرفتي اسم منان يا وعد بعد نظر يا ابت فضل نظر وقيل عشقنا فعذرنا بالنقل لك وجهينا اللى نظر كمان ايه واني قلت ايه بازف كمان قلت ايه جطر ربابر لا ارمام ايه ومش عايز غباوة انا اخل اي داية هات واحد ما قصك يا والم معلش ماشا رحمتك طب انا اعمل ايه حضرتك يا قليسة تنوى ايه فى الكلام ده حضرتك ايه انت اسمك ايه اسمي ايه اسمي مفتاح واحد تكتر يا ايميلي سمك كده يا قفل ويترباس وماما اسمها كلون وابوك السقمات ما قلتش بروح الحضانة من تحت راس الجملة دي عايزة ايه بقى ايه مكملتش تعليم لا انا اخدت اقول لك حاجة تانية ايه جديد نزل السوق يحبسك فماديليا حلو يا بيت حلو ممكن اعرف ايه حكايتك بالزرق بص يا سيطر ايه اللي جابك هناك هو ده السؤال اللي نفسها تسئله من ساعة ما دخلت المكان ده حكاية يا قليساتة تلخص في اربع جمل مسافر بقالي سنين بناضل اكافح بعمل شغل سياسي على مستوى العالم لي يا صديق عمري ما شفتوش من يوم ما سبنا بعد وصفرت رجعت من السفر الثمانية واربعين ساعة بالعدد عشان اشوف ومشتا مش عارف عنوانه فين بفتح الجرنم بالصوت في الصبح لقيت صورته في صفحة السينما هيبقى واحد من قلمة نجوم التمثيل في العالم العربي خدت العنوان وجيت على هنا عشان اسلم عليه وحتشوفوا صاحبي هيقابلني ازاي صاحب مين وعايشين في حد في العالم العربي ما يعرفش النجم اللامة عادل رأفك اااااااااиц ما هل حصل吗 صايعي عادل رأفت ااااااااااااااء لماذا عادل作ق حدTER لماذا عادل porng عملها لندلません لماذا____ لماذا هذه الجيناتت لوحك مينزانkalية كل هذه إلى جينات لماذا تجدوا ناحبي money المخلوق ما أعني التنين بيمش XP يكلوا مزان تتقابلوا افوق ليعتراق اللي بتنها البنت ات ressav انvor الف & sal Prior DA ناها هي حضرتك مش باطنا انا خلاص خلاص حميد ربنا اني جيت في الوقت المهال الكسر يتدخدخ مش هنقعد نصلى خلاص 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 هو اذاك يا بنتي لا حول ولا قوة الا هو روحتي الدكتور لا حول ولا قوة قالك ايه انت بتستعبط يا بنت هتخلوا واحدة اخرج اتنين هتقولي عادل رأفت مالو مال الجحش اللي لسه مولود وراي ده يا ربي ليه عادل تبوز السلالة الطويلة بمينس تو حقيرة تحت الارض حول الله يا رب اه طب حريك انا افهم ايدي مسكة كلها انا افهم اي دلوقتي يا انيسا يا يا شيتا هو عارف ازيكي اه اشتركوا في القناة